بسم الله الرحمن الرحيم حل معادلة من الدرجة التانية في مجهول واحد بيانية اخدنا الحل الجابري ودلقة بناخد الحل البيان بيقول لي حل المعادلة سين تربيع نقص 4 سين زائد 3 بتساوي 0 متخزا سين تنتمي الى الفترة المغلقة من سلب 1 ل5 يعني كأنه بيقول لي عود عن قيم السين بالقيم اللي انا هديها لك اللي هي من الفترة من سلب 1 ل5 اللي هي ايه سلب 1 0 1 2 3 4 5 كل القيم دي اللي هي موجودة في الفترة من سلب 1 ل5 يبقى كل اللي هạiعمله انها عوض مرة عن السين بسلب 1 مرة عن السين بسلب 1 ومرة بـ 1 مرة اثنين وهكذا يبقى عمل جدول اكتف فيه القيم اللي هم ديهالي اللي هي في الفترة من سلب 1 ل5 يبقى هشوف السين مرة بسلب 1 0 1 2 3 4 5 السبع قيم دي طيب تاني حاجة باشوف بقى الصاد اللي هي دلة الصين او المعادلة نفسها يبقى انا هسمي المعادلة صاد او دلة صين المعادلة اللي هي كان الصين تربيع ناقص اربعة صين زائد تلاتة دي هسميها ايه دلة صين او صاد يبقى هقول صاد اللي هي دلة الصين هشوفها بقى تطلع بكام اول حاجة لما الصين بسلب واحد عوض عن الصين بسلب واحد يبقى سالب واحد تربية ناقص اربعة في سالب واحد زائد تلاتة. انا بعوض عن السين بسالب واحد في المعادلة. الكلام ده هيطلع بتمانية. طي. تاني قيمة لما السين بسفر. شيل السين وحطها سفر. يبقى سفر تربية ناقص اربعة في سفر زائد تلاتة. الكلام ده هيديني تلاتة. يبقى دلت السفر لما السين يعني تطلع بسفر. الصاد هتطلع بتلاتة. يبقى يبقى واحد تربيع نقص 4 في واحد زائد 3 بعوض دايما عن السين بقيمة اللي هي الواحد واشوف الصاد او ده اللي الصاد هتطلع بكام هتطلع معي بصفر يبقى حط في الجدول ايه؟ صفر رابع قيمة لما السين باثنين شيل السين من المعادلة وحطها باثنين تبقى المعادلة اللي هي السين تربيع نقص 4 سين زائد 3 بكام؟ باثنين تربيع نقص 4 في 2 زائد 3 كلام ده كله هيطلع بسالب واحد طيب لما السين بتلاتة تبقى دلة التلاتة بكام؟ شيل السين وحطها بتلاتة يبقى 3 تربيع نقص 4 في 3 زائد 3 الكلام ده كله هيطلع بسفر يبقى الصاد ساعتها هتطلع بسفر طيب لما السين باربع صاد او دلة السين هتطلع بكام؟ دلة الاربع هتبقى باربع تربيع نقص 4 في 4 زائد 3 كلام ده هيديني 3 آخر حاجة لما السين بخمسة تبقى دلة الخمسة خمسة تربيع نقص 4 في 5 زائد 3 بالساوي 8 يبقى المعادلة كل اللي بعمله ان بشيل قيم السين وحطها بالسبع قيم اللي طلع عندي دول وهطلع السبع قيم للصاد او لدلة السين لاحظ بقى نلاحظ حاجة ان دايما القيم والرابعة دي هي القيمة اللي في النص دي الوحيدة اللي هي معي باللون الاحمر ده اللي هي بسلب واحد دي الوحيد اللي ما بتتكررش دايما فوقيها وتحتها القيم بتتكرر يعني هدائي دلة الواحد شبهة دلة التلاتة بسفر دلة السفر ودلة الاربع الاتنين طلعوا معي بكام؟ بتلاتة دلة السلب واحد ودلة الخمسة بتمانية يبقى القيمة اللي في النص اللي هي القيمة الرابعة هي الوحيدة اللي ما لهاش تكرار ويمينها وشملها دايما هلاقي لإيه؟ الدلة متكرر طيب هنرسم بقى للنقط دي اول نقطة السين بسلب واحد والصاد بتمانية يبقى حط على الرسمة السين بسلب واحد يبقى همشي سلب واحد شمال يعني وهطلع فوق تمانية وحط نقطة ادي اول نقطة تاني نقطة سين بسفر وصاد بتلاتة يبقى حط النقطة سفر وثلاثة تالت نقطة واحد وصفر يبقى السين بواحد والصاد بسفر رابع نقطة سين باتنين وصاد بسلب واحد يبقى حط النقطة اتنين وسلب واحد على الرسمة خامس نقطة تلاتة وصفر على الرسمة كده حط تلاتة سين وصفر صاد سادس نقطة اربعة سين تلاتة صاد اخر نقطة خمسة سين تمانية صاد طلع عندي سبع نقط هوصل ما بين السبع نقط بمنحنة المنحنة ده هو التمثيل البياني الايه للدلة او للمعادلة بس كده بقى انا مثلت المعادلة بيانية تبقى دلة السين بقى ركز معي قطعت محور سين في نقطتين النقطة واحد والنقطة تلاتة مش انا بحل المعادلة يعني ايه حل المعادلة يعني ايه وجدكو يمت سين طول عمرين عارفين نحل المعادلة يعني نجيبكو يمت سين يبقى لما برسم المنحنة بشوفه قطع محور سين فين قطعه في نقطتين لما السين بواحد ولما السين بثلاتة يبقى الحل هما الايه الحلين اللي عندي السين بواحد والسين بثلاتة يبقى مجموعة الحل هي المجموعة ايه واحد وثلاتة ناخد مسألة تانية حل المعادلة سين تربيع بسفر متخزن سين تنتمي الى الفترة من سلب تلاتة لتلاتة الفترة دي اللي هي كم قيمة دايما بديني السبع قيم يعني يبقى يطلع عندي سبع نقط على الرسم من سلب تلاتة لتلاتة يبقى سلب تلاتة سلب اتنين سلب واحد سفر واحد اتنين تلاتة بقى اعمل جدول فيه السبع قيم دول واشوف بقى لما السين كل مرة لما السين بسلب تلاتة اشوف ساعتها الصاد اللي هي دلة السين يعني هتطلع بكام وكالمديني المعادلة سين تربيع بتساوي سفر تبقى هسمي دلة السين بسين تربيع ما هي المعادلة سين تربيع ماشي يبقى هقول له الصاد أو دلة السين بكام بسين تربيع عوض عن السين أول قيمة سلب ثلاثة تبقى دلة سلب ثلاثة بكام سلب ثلاثة تربيع اللي هي موجة بتسعة يبقى بشيل السين وحطها بالقيمة اللي هي السلب ثلاثة تطلع معي بكام بتسعة تاني قيمة سلب اتنين يبقى دلة السلب 2 بسلب 2 تربيع ما هي الدلة هي السين تربيع يبقى بشي للسين وحطها بكام سلب 2 يبقى سلب 2 تربيع تديني 4 يبقى ثاني القيمة بربع لما السين بسلب 2 صاد أو دلة سين هتطلع بربع ثالث قيمة لما سين بسلب 1 تبقى دلة السلب 1 يعني سلب 1 تربيع اللي هي هتديني موجب 1 رابع قيمة لما السين بسفر دلة السفر بسفر تربيع اللي هي بسفر الدلة هي السين تربيع يبقى بشيل الايه بشيل السين وحطها بالقيمة سين تربيع خامس قيمة لما السين بواحد يبقى السين تربيع بكام واحد تربيع اللي هي بواحد طيب لما السين باتنين هتبقى باتنين تربيع اللي هي باربع اخر حاجة لما السين بتلاتة يبقى تلاتة تربيع اللي هي بتسعة كده جبت السبع نقط سين وصوت همسل بقى السبع نقط دول بيانيا على الرسم يبقى هرسم احداثيات وهحط عليها السبع نقط طبعا ملاحظين ان النقطة الرابعة دايما اللي هي النقطة اللي في النص هي الوحيدة اللي ما بتتكررش واللي فوقها واللي تحتيها دايما بيتكرروا عشان بس ان نبقى عارفين احنا حلينا صح ولا غلط ده لازم بيحصل النقطة اللي في النص هلاقيها هي بصفر ما فيش اي قيمة ترية تاني بصفر فوقيها وتحتيها واحد يبقى دلت السلب واحد ودلت الواحد زي بعض بكام بواحد دلت السلب اتنين ودلت الاتنين باربعا دلت السلب تلاتة ودلت التلاتة بتسعة يبقى القيم فوقيها وتحتها زي بعض عشان بس ان نبقى عارفين عشان لو في قيمة مختلفة نعرف ان احنا حلينا اكيد غلط طيب همحط بقى السبع نقط دول على الرسم زي المرة اللي فاتت أول نقطة سالب تلاتة وتسعة يبقى سالب تلاتة سين همشي شمال سالب تلاتة وهطلع فوق تسعة وحط أول نقطة تاني نقطة سالب اتنين واربعة يبقى همشي سالب اتنين سين همشي شمال سالب اتنين وهطلع فوق أربعة وحط تاني نقطة تالت نقطة سالب واحد وواحد يبقى همشي شمال سالب واحد وهطلع فوق عند الواحد وحط تالت نقطة رابع نقطة سفر وسفر يبقى عند نقطة الأصل خامس نقطة واحد وواحد يعني واحد سين وواحد صوت سادس نقطة اتنين واربعة يعني اتنين سين همشي اتنين ناحية اليمين وهطلع فوق اربعة اخر نقطة تلاتة سين تسعة صوت يبقى همشي يمين تلاتة وهطلع فوق تسعة كده كونت سبع نقط اوصل ما بينهم بمنحنة طيب بعد ما وصلت عايزة شو بقى ايه انا لسه قول ايه ده بحل المعادلة يعني ايه احل المعادلة يعني اوجد قيمة سين يعني المنحنة اللي انا رسمته قطع محور سين فين قطعها في النقطة سفر في نقطة واحدة المرازي مش في نقطتين تبقى مجموعة الحالة هتطلع ايه نقطة واحدة اللي هي السفر يبقى المجموعة اللي فيها ايه العنصر سفر يبقى دالة السين او الصاد قطعت محور سين فين او المعادلة يعني قطعت محورسين في النقطة سفر في المسألة الفاتت قطعتها في نقطتين المسألة دي قطعتها في نقطة واحدة ممكن في مسائل بعد كده في مسائل تانية يعني ما تقطعش محورسين خالص فتبقى مجموعة الحل بإيه؟ بفخواي